عدن ما يلبث الوضع الأمني أن يستقر فيها وتغيب التفجيرات عنها حتى تعود مجدداً لتضرب شوارعها أو معسكراتها حالتها لعن شهدتها العاصمة المؤقتة بسبب تفجيرين هز معسكر جبل حديد الواقع بين مديريتي كيريتر وخور مكسر الانفجاران اللذان وقع في البوابة الشرقية بمقر ألوية الحماة الرئاسية نجم عنهما سقوط عشرات الجنود بين قتيل وجريح نقل على إثريهما إلى مستشفى الجمهورية بالمحافظة معلومات أولية تقول إن الحادثة وقعت نتيجة انفجار بقايا ألغام مخزنة في الموقع العسكري هكذا إذن بدأ المشهد في عدن قلقاً بعد هدوء استمر لأسابيع فعدن العاصمة المؤقتة التي تشهد تحسناً أمنياً من يوماً بعد آخر منذ أن بدأت الأجهزة الأمنية تضيق الخناق على ما تعرف بالجماعات الإرهابية التي لطالما استهدفت المدينة بعملياتها خصوصاً المعسكرات والمواقع الأمنية عادت إلى الواجهة لكن هذه المرة بسبب سوء تخزين الأسلحة الملاحظ إذن أن العاصمة المؤقتة لا تنعم بحالة الأمن الطويلة إما بسبب العمليات الإرهابية التي بدأت تتقلص بفاعلية الأجهزة الأمنية أو بسبب سوء تخزين الذخائر في المواقع العسكرية القريبة من الأماكن الحيوية كجبل حديد